بقية الآية الكريمة التي كنا بصدد الحديث عنها ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيلين ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون قال المفسرون نسبوا ذلك إلى الله أن هذا المال حلال نسبوه إلى كتابهم وإلى أن الله أباح لنا ذلك فكذبوا على الله وهم يعلمون الكذب وهذا من أشد المعاصي لأن الله سبحانه وتعالى إذا جعل القول عليه تعالى بغير علم من أكبر المعاصي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ابن القيم رحمه الله له كلام حول الترتيب هذه المحرمات في كتابه ألم موقعين يقول يعني باختصار ما حصله أن الآيات تدرجت من الأدنى إلى الأعلى حتى إنها جعلت القول على الله بغير علم أعظم من الشرك ليس من كل وجه طبعا لأن الشرك أعظم يعني أظلم الظلم هو الشرك لكن من بعض الوجوه القول على الله بلا علم أسوأ من الشرك وأن تشركوا بلا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا كان الإنسان الذي يقول على الله بلا علم بلا علم في هذه المرتبة من قبح المخالفة وشناعتها فما بالك بالذي يتعمد الكذب على الله وهو يعلم أسهل الله آفية نعم